موسيقى مشاهدين اول حديث اكثر ينضم معنا مباشرة بالصوت والصورة عضو المكتب السياسي لحركة بداية سيد سجاد عبد الرحمن سيد سجاد مرحبا بك في حصاد هذه ليلة عبر الرشيد بداية من ملف اغتيار الرئيس هل ما زالت الخلافات الكردية تعطل حسم المنصب ام ان هناك توافق قريب على مرشحة تسوية تفضلك الكلمة التحية طيب لك سيد الكريم والمشاهدينكم والأعزاء ما يخص ملف رئيس الجمهورية هو ملف شائك صراحة بسبب وجود الثلث المعطلة الذي اصدرته المحكمة الاتحادية اكيد هناك تفاهمات مستمرة في البيت الكردي ولكن اعتقد ان الحزب الديمقراطي مصر ومتمسك باستلام رئاسة الجمهورية لأسباب صراحة يعني لأول مرة هو سابقة بعهدها بان يمارس للحزب الديمقراطي هذه الضغوط لاستلام هذا المنصب واعتقد في نهاية المطاف سيكون هناك تفاهم وتواصل لمرشح تسوية كون العملية السياسية ستظل في حالة جمود وتوقف لم يصل الطرفان الكرديان لاتفاق ومرشح تسوية نظوم به بالعملية السياسية ويمرر من خلال مجلس النواب هناك من يستبعد حسب منصب الرئاسة في الجسد المقبلة هل يعود ذلك الى الثلث المعطل الذي يتحدث عنه الاطار ام الى صعوبة الاتفاق الكردي في الحقيقة هناك سببان هو سبب الثلث المعطل اولا والنقطة الاخرى هو عدم وجود تفاهم الى الان او وصولها لنقاط مشتركة ما بين البيت الكردي بشكل يسمح لمرشح رئاسة الجمهورية ان يمضي فلذلك هناك سببان معطلان لهذا هو الثلث المعطل الذي لم يتمكن التحالف الثلاثي من ان يجمع 220 نائب تمرير مرشحهم في هذه الجلسة فاعتقد سيكون هناك حوار مستمر وهذه الجلسة لن يتم حسم منصب رئاسة الجمهورية الا بعد الوصول لتوافق كردي على هذا المنصب هل تعتقد ان الامر سينتهي بحكومة اغلبية كما يريدها السيدة الصدر ام توافقية كما يهواها الاطار التنسيقي بصراحة ما مطروح هو الآن في العملية السياسية الامر معقد من الجانبان ان كانت اغلبية كما يشاع لها ويروج لها وصراحة ان هي اغلبية ليست تامة وليست كما هو مطلوبه وكما مطروح في الديمقراطيات العالمية كونها اغلبية مشوهة بعض الشيء كون هناك لغة كثيرة بسبب ان هناك جبهة معارضة ستكون محرومة مؤشرات لديكم نعم ستكون هناك معارضة محرومة من مناصب مستحقة لها كرئاسة البرلمان كرئاسات اللجان فاعتقد الذهاب سيكون باتجاه الحوار والتواصل المستمر وهناك حديث ما بين الاطار وما بين التيار من تارة واخرى وليوصول لاتفاق وبنود من اجل تنظية العملية السياسية كون هذه الأزمة السياسية تنعكس بشكل مباشر ونشهدها اليوم نحن على الشارع العراقي من وضع اقتصادي وتبعاته على المواطن العراقي طيب هل ان مسألة التوافق أصبحت يعني صعبة بالنسبة للاطار يعني ما الضامن في وجود قوة شيعية لقيادة المرحلة المقبلة أولا لاجد شيء في السياسة صعب السياسة فن الممكن الحوارات المستمرة هي ستولد قناعة للطرفان بأن هذه المرحلة هي مصيرية وحساسة بالنسبة للعراقيين جميعا وأعتقد المضي باتفاق سيكون هو الأفضل لكن هناك زعامة في القوى الشيعية تختلف عن الانتخابات السابقة بالتأكيد السوق الانتخابي ذا نراجعه منذ الانتخابات يعني 2006-2005 إلى الآن هناك تراوح وتأرجح في القوى السياسية لكن العملية السياسية في العراق هي ما زالت تطفو على صفيح ساخن لم نصل إلى الاستقار السياسي المضمون بسبب عدم وجود مؤسسات حقيقية لإتمام هذه العمليات فأعتقد المضي باتفاق سيكون هو الأرجح وهو الأفضل لجميع الأطراف والقوى السياسية الفاعلة طيب هل سنشهد هذه الدورة النيابية جبهة معارضة حقيقية إن هذا الأمر مستبعد بحكم أن الجميع يرفض هذه الفكرة جملة وتفصيلة ويسعى إلى المناصب فائزا سواء أم خاسر بالحقيقة نحن في الحركة لا نعترض أن توجد هناك معارضة تقويمية حقيقية تمارس دورها بشكل فعال ولكن بسبب أن أغلب الأحزاب السياسية الموجودة اليوم هي تنازع أو تتصارع من أجل الوصول للسلطة وتسنم السلطة فلذلك أعتقد سيكون هناك معارضة لكن لن تأخذ دورها الفعال بشكل مطلوب نعم حدثنا بصوتي وصورة سيد سجاد عبد الرحمن عضو المكتب السياسي لحركة بداية شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في حصاد هذه ليلة شكرا جزيلا